باسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة هنتكلم عن تعريف الذكاء الصناعي تعريف الذكاء الصناعي بأنه هو العلم الذي يجعل الآلة تقوم بمهام لو عملها الإنسان فإنها تحتاج منه إلى ذكاء بحيث من خلال الذكاء الصناعي سوف يجعل الكمبيوتر قادر على حل المشاكل التي تحتاج إلى تفكير بناء على المعرفة المخزنة لديه مما يجعله قادر على إنجاز المهام الموكلة إليه وبالتالي وبالاعتماد على الذكاء الصناعي سوف يكون الكمبيوتر والآلة بشكل عام قادر على القيام بالتشخيص والاستنتاج وحل المشاكل ممارسة الألعاب التي تحتاج إلى تفكير مثل الشطرنج ويصبح قادر على فهم كلام الإنسان العادي والرد عليه ويصبح أيضا قادر على التعلم والتعرف على الجديد وتخزين هذه المعلومات في داخله إن الذكاء الصناعي ولكي يقوم بهذه المهام فهو يحتاج إلى المعرفة والمعرفة تكون بناء على الأنظمة الخبيرة أو النظمة الخبيرة Expert System وفكرتها عمل نظام في داخل الكمبيوتر وتخزين جميع المعلومات الخاصة بتخصص معين مثلا الطب ما الذي يجعل الطبيب طبيب طبعا الدراسة الجامعية لسنوات تصل لسبعة سنوات بعد ذلك الخبرة التي يكتسبها مع الوقت هنا المحصلة بتكون معلومات في مجال الطب مخزنة في رأس ودماغ الدكتور مما يجعله قادر على التشخيص وصف الدواء والقيام بالعمليات وخلافه الفكرة هنا في النظمة الخبيرة في نظام الخاص بالطب سوف يتم تخزين جميع المعلومات التي يكتسبها الطبيب بداخل هذا النظام وتشغيله على جهاز الكمبيوتر فيصبح لدينا الدكتور كومبيوتر حيث يقوم باستقبال المريض السماع إلى شكوته وبناء على الكلام الذي يصف المريض فيه مرضه يقوم الدكتور كومبيوتر بتشخيص المرض الذي لديه وبعد أن يخمن المرض سوف يقوم بتحديد الفحوصات اللازمة لكي يتأكد الدكتور كومبيوتر أن المريض يملك المرض الذي قام بتحديده بعد ذلك يقرأ نتائج الفحوصات وعندها يقوم الدكتور كومبيوتر بإخبار المريض بالمرض الموجود لديه ويحدد له الطرق التي سوف يتم اتخاذها لمواجهة هذا المرض سواء كانت أدوية عملية جراحية علاج طبيعي إلى آخر ويقوم بتحذير المريض في حالة عدم اتباعه للخطوات العلاجية ما الذي قد يحصل له من ناحية تطور المرض وزيادة خطورته بعد ذلك يقوم بتسجيل معلومات المريض والمعلومات الخاصة بحالته في داخل ملف الطبي وتحديد مواعيد الزيارة والمراجعات لكي يتم تتبع حالته الصحية إذن كما نرى من خلال النظم الخبيرة والذكاء الصناعي أصبح بإمكاننا استبدال طبيب بشري بطبيب كومبيوتر يتفوق على الطبيب البشري بمراحل كثيرة في تخصص معين كذلك يوجد نقطة تفوق أخرى وهي أن مجال الطب هو ليس مجال واحد وإنما عدد من المجالات مثل الباطنية العيون القلب المختبرات السيطلة إذن أنف وحنجرة الطب الطبيعي الطب النفسي إلى آخره والتي سوف يتخصص التكتور البشري في إحداها فقط ومعلومات عامة رح يحصل عليها عن البقية أما مع النظم الخبيرة فمن الممكن جعل جهاز الكمبيوتر جعل جهاز الكمبيوتر بروفيسور خبير في جميع مجالات الطب وهذه نقطة تفوق أخرى ومهمة للدكتور كومبيوتر على الدكتور البشري لأنه يجعل منه لا يضاهى في التشخيص والعلاج لأنه كما نعلم في كثير من الأحيان بيكون مرض المريض مرتبط بمرض آخر في مجال آخر غير مجال الدكتور مما يجعله لا يكتشف ذلك مثال كثير من الأمراض التي تصيب العين تكون ناتجة عن أمراض موجودة في تخصص الباطنية مثل السكر كذلك هناك أمراض جسدية سببها أمراض نفسية وهنا بما أنه الدكتور كومبيوتر خبير في جميع أقسام وعلوم الطب فإن ذلك يجعل منه قادر على ربط الأمراض المختلفة التخصصات ببعضها البعض والفحص الجسدي والنفسي الكامل للمريض وهنا عندما ذكرنا مجال الطب مع الذكاء الصناعي والأنظمة الخبيرة كان ذلك كمثال وليس الحصر فالأنظمة الخبيرة والذكاء الصناعي من الممكن تطبيقه على جميع المجالات والتخصصات المهنية والعلمية ودائما سوف يكون هناك الكثير من النقاط التي سوف تكون لصالح الذكاء الصناعي على الذكاء البشري فالآلة لا تتعب من ذلك الإنسان وحتى أوقات الصيانة والأعطال تكون أقل بكثير من الأوقات التي يحتاج إليها الإنسان سواء في الراحة والحياة الاجتماعية حيث أن الآلة يتم تصميمها على أساس العمل 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع على مدار السنة كذلك الآلة تستطيع العمل في ظروف من الصعب أو من المكلف أن يعمل عليها الإنسان مثل العمل في الفضاء أو في قاعة المحيطات أو في أماكن الإشعاعات العالية والأماكن الخطرة مثل الأماكن التي تحتوي على حرارة عالية أو الأماكن التي تحتوي على ضغط نفسي وعصبي مثل الحروب فهنا يظهر لنا تفوق الآلة على الإنسان وأهمية الذكاء الصناعي والنظم الخبيرة إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته